في بعض الأحيان أثناء عمل بعض التعديلات على القناة أو عند إضافة مدير للقناة أو في بعض الأحيان دون أي سبب تظهر لك هذه الرسالة عندما تفتح استوديو يوتيوب يجب إكمال العملية لإثبات الهوية عندما تظهر لك هذه الرسالة لن تستطيع فتح استوديو يوتيوب إلا بعد إثبات الهوية وعند إثبات الهوية أغلب الناس تواجه مشكلتين وسنتحدث عن هذه المشاكل في هذا الفيديو وكيفية حل هذه المشاكل بطريقة سهلة في البداية عندما نثبت الهوية نضغط على متابعة نكتب كلمة المرور هنا يطلب مننا إثبات الهوية عن طريق رمز الأمان كيف نحصل على رمز الأمان؟ ننتقل إلى جيميل ونضغط هنا على صورة الجيميل نتأكد أن هذا الحساب هو حساب القناة نضغط على إدارة حسابك على جوجل ننتقل إلى قسم الأمان ننزل إلى الأسفل إلى رمز الأمان هنا لا أستطيع تصوير الشاشة لأنه يوجد حماية لرمز الأمان وحماية الحساب لكن تظهر لك الرموز بهذا الشكل تستخدم أي رمز لكن مدة كل رمز 15 دقيقة وبعدها تنتهي صلاحية الرمز ننسخ أو نكتب الرمز وننتقل لكتابته هنا المشكلة الأولى التي يواجهها البعض عند كتابة الرمز تظهر مشكلة عند البعض وهي عندما يتم كتابة الرمز يظهر أن الرمز غير صحيح مع العلم أنه يتم كتابة الرمز بشكل صحيح أولا تأكد عندما تطلب الرمز أن هذا الحساب هو حساب القناة وإن كان هذا الحساب حساب القناة وتكتب الرمز بشكل صحيح ويقول لك أن الرمز غير صحيح هنا يجب ضبط الوقت بشكل الصحيح وبالأخص الدول التي لم تؤخر الساعات في التوقيت الشتوي ربما تستغرب من هذا الكلام لكن هذا هو سبب المشكلة التي يواجهها أغلب الناس وحصلت معي شخصيا فعلى سبيل المثال سوريا لنفترض طلبت الرمز الساعة العاشرة طبعا الساعة العاشرة بتوقيت سوريا لكن في الدول التي تم تأخير الساعات تكون الساعة التاسعة فهنا أنظمة كوجل تفهم أنك طلبت الرمز قبل ساعة وتأخرت على كتابة الرمز وانتهت صلاحيته لأن صلاحية الرمز كما تكلمنا 15 دقيقة فهنا يقول لك أن الرمز غير صحيح وفي الحقيقة أنت لن تتأخر في كتابة الرمز فاختلاف التوقيت سبب هذه المشكلة فتذهب إلى التوقيت وتؤخر الوقت ساعة كاملة وتطلب الرمز مرة أخرى وتكتبه حتى يتم حل هذه المشكلة الآن بعد أن تكتب الرمز تظهر لك المشكلة الثانية وهي توقف هذه الصفحة تتم المعالجة يرجى الانتظار إن بقيت تنتظر شهر كامل لن يحصل أي شيء ولم يتم تحويرك إلى صفحة أخرى لكن ما هو الحل وما هو سبب هذه المشكلة سبب هذه المشكلة هي متصفح كروم على الهاتف إن قمت بهذه الخطوات على اللابتوب أو جهاز الكمبيوتر لن تحصل لك هذه المشكلة تظهر هذه المشكلة فقط على متصفح كروم على الهاتف لكن ما هو الحل؟ الحل هو متصفح فييرفوكس من خلال متصفح فييرفوكس يمكنك حل هذه المشكلة تقوم بتنزيل المتصفح وتسجل الدخول بحساب القناة وعندما تفتح استيديو يوتيوب من متصفح فييرفوكس تظهر لك المشكلة من جديد نعيد الخطوات من جديد نضغط على متابعة نكتب كلمة المرور ونكتب رمز الأمان لاحظ الآن عندما قمنا بكتابة رمز الأمان لن تظهر لنا تتم المعالجة يرجى الانتظار تم حل المشكلة ولم تظهر لك مرة أخرى المشكلة هي كما تكلمنا متصفح كروم وإذا أردت حل هذه المشكلة يمكنك استخدام متصفح فييرفوكس فهكذا يتم حل المشكلة ولا تجرب أي طريقة ثانية من الهاتف لأنها لن تنجح يتم حل هذه المشكلة إما عن طريق دهاز الكمبيوتر أو عن طريق متصفح آخر وبهذا الفيديو لكون قد قمنا بحل مشكلتين صغيرتين يواجهوها البعض شكرا على المشاهدة بالتوفيق للجميع